مرحباً أنا الدكتور أحمد صادق العموري أخصائي جراحة العظام المفاصل والعمود الفقري موضوعنا اليوم هو عن مرض الهيموفيلية وارتباطه بالمفاصل مرض الهيموفيلية هو مرض أكيد بيحكو في زملائنا أطباء مرض الدم ولكن ارتباطه بالعظام والمفاصل هو أنه مرض الهيموفيلية هو مرض بيكون ناغج عن نقص أحد عوامل التجلط مما بيؤدي بسبب إصابات بسيطة جداً أنه ممكن يحدث نزيف من أحد الفتحات الأنف التم أو حتى تحت الجلد أو بداخل المفاصل هون بيجي المشكلة وبيكون المشكلة عندنا إحنا كطباء أيضاً النزيف إذا كان شديد ممكن أنه يسبب مشاكل للأعضاء والأربطة والأوتار بداخل المفاصل بسبب ضغطها لها ممكن يسبب لا سمح الله بسبب تجمع الدم اللي هو أصلاً بطبيعته بيئة جيدة لتكاثر البكتيريا في حال تخثره أو تجلطه تمام وبقاءه لفترة طويلة بنفس المكان بداخل المفصل إلى حدوث التهابات لا سمح الله بالذات أكتر شيء إحنا بيشوفه بمنطقة الركبة لما بيصير فيه أي إصابات بسيطة يكون مثلاً شخص المصاب بالهيموفيليا ارتطم بطاولة أو بكرسي بالمنزل أو بالعمل مما أدى إلى حدوث انتفاخ وتورم شديد جداً لا يتناسب ولا يتوافق مع صغر حجم الإصابة اللي صارت أحياناً بتكون هاي البادرة الأولى اللي تبين لنا أن المريض عنده هيموفيليا بس بالعادة بيكون المريض بعمر أصغر لأن الهيموفيليا يتم اكتشافها بعمر أصغر بالعادة عند الأطفال العلاج بيكون لنا أننا طبعاً نستعين بزملائنا أطباء الدم لعلاج المشكلة ككل والسيطرة عليها ولكن بنحاول قدر الإمكان أن نفضي أو نخفف الدم الموجود بداخل المفصل عن طريق سحبه بطرق معقمة لمنع حدوث التهاب لا سمح الله بالإضافة إلى وضع مشدات معينة لمنع تكرر أو لتجنب تكرر الدم وتجمعه فيه داخل المفصل مرة تانية وبالتالي تسبب بالمشاكل اللي سبقنا ذكرناها بتمنى لكم دائماً ضلكم بألف سلامة وصحة وعافية وذي وذي شيء من كل شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر